بعد المقدمة الماضية عن واجهة البرنامج والخصائص الأساسية في البرنامج والنوافذ العرض وهكذا اليوم لازم نتعرف على الأوامر أكثر الأوامر استخداماً بالنسبة لنا كمعماريين أو مصممين على برنامج الراينو طبعاً من مستخدم مستخدم أكيد الأوامر استخداماً بيختلف حسب نوع مشروعك وحسب نوع شغلك ولكن مثل ما حنمشي فيهم هيك معرفة أساسية سطحية بكافية رح تكون من نسبة لك لحتى تعرف إمكانيات هذا البرنامج وقدراته الهائلة على التعامل مع هاي الأشكال فبإمكاننا نستخدم نقاط مثل ما المرة الماضية شفنا ندخل نقطة عشوائية طبعاً استخدام النقاط بيكون بشكل مساعد يعني هاي نقاط بتساعدني بتحديد مثلاً نقاط الخطوط أو نقاط المنحنيات وهكذا طبعاً في عندي نوع المنحنيات فمثلاً عدة أنواع من الكيرفز المنحنيات ممكن هذا النوع الأول أساسي موجود على السطح عمشوف أنه النقاط اللي عم حطها عم تكون نقاط نوع ما تحكم خارج الخط فهو الخط أو المنحني هذا اللي عم يرسمه الأسود هو مثل بمسافة بعيدة عن النقاط اللي أنا حطت له إيها في بعض الأحيان أنا بضطر أنه أرسم خط يمر من النقاط فهذا الشيء بالخيار الثاني اللي اللي ممكن نشوفه وأنواع تانية في التعامل كمان أنواع الخطوط البيزير أو يعني أنواع مختلفة من المنحنيات عم نشوف أنه لما بختار خط بشوف فممكن أنا إذا عملت فوراً تعديل على الخط النقل مثلاً أو التدوير أو هكذا فالخط كله عم يدور ولكن إذا أنا بعد ما اخترت الخط التسجيلة أنا اخترت نقاط التحكم فيه وعملت تغيير عليها فهي عم تغير لي آآ بالخط طبعاً بما أنه هي نقطة فما رح يفرق التدوير اللي عملته لكن لما بعمل له تحريك فبشوف أنه الخط عم يتغير على أساس. ايش في عندي كمان آآ متل ما حكينا البوليغون مثلاً البوليغون لما بدخل عليه اللي هو المضلع فعم يسألني شو عدد آآ أو رقع يعني عدد الأوجه فممكن أنا أحط آآ ثماني والأنتر فهلا صار بيني آآ الخيارات التانية المعروفة إذا أنا بدي يحط آآ ب آآ 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 داخل آآ آآ هذا المود اللي عم نشتغل في آآ آآ اذا كان بدي آآ آآ أشتغل ب زاوية آآ حط نقطة النهاية تبعي اعتماداً على الزاوية آآ آآ فبقول آآ 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 أو لما بدي حدد آآ نقطة منتصف ضلع المسافة بين نقطة المركز وبين آآ ضلع من الاضلع. في آآ كتير اهمية كتير من استخدامهم ولكن آآ حلو انه نعرفهم. آآ مثل ومثل فمثلا انا رسمت هلأ هاي المنحانيين الموجودين عندي. آآ بامكاني آآ استخدم امر لنفترض فالمجرد اني ضغط فهو بيقلي شو اعمل النقطة او الخطوة القادمة عملي العنصر القاطع فاخترته ضغط انا عملي العنصر اللي بده ينقطع فلما ضغط انا العنصر الداخلي آآ اطاع لي آآ القطع الموجودة جوه. فهذا امر الترم عملت كونترول زد. آآ في اوامر تاني مثلا عمشوف انا هلأ بمنه عبارة عن خطوط عندي امر الاكسبلود آآ والجوين. آآ فلما بضغط انا اكسبلود بشوف انه كل واحد من هاي الخطوط صار آآ لحاله. لما بدي اعمل لهم جوين آآ بيمكان انا اختارهم هيك من اليمين اليسار. هاي النوعية من الاختيار انا بختار كل شي داخل آآ المربع الاختيار. فعم يعدي من هذا المنحني وعم يختاره. ولكن انا ما بدي اختار المنحني فبحسم اختار من اليسار لليمين. هذا مربع الاختيار. لما برسمه من اليسار لليمين آآ بيختار لي بس العناصر اللي هي بكاملة عم تكون داخل آآ المربع التحديد اللي عم بختاره. فمسلا انا ازا ما شملت كل آآ الخطوط شملت مثلا بس هيك. عم يختار لي بس الخطوط الموجودة آآ بكاملة من اول ا اخرى ضمن آآ مربع التحديد تبعي لما بيبدأ مربعي من اليسار. يعني كمان آآ مهمة بموضوع التحديد. آآ في شغلة تانية بالنسبة للتحديد. ازا انا اخترت هاي آآ الامور وبيدي اختار عنصر تاني. فبأمر الشفت اختيار. آآ بختار ليه. هلأ اخترت هاي العنصرين اللي كانوا بقيانين. ازا بدي ازيل آآ بعض العناصر من الاختيار فبضغط كونترول آآ وبختار العناصر اللي بدي اياها فبيلغيها من الاختيار. مثلا هلأ شفت اخترتون. طالما اخترت هلأ كل هاي العناصر آآ عم شوف انه لازم يكون في عندي اتمن آآ عناصر مختارة. فبأمر اضغط بجي انتر. هلأ عم يقل لي انه آآ آآ فادمج لي هاي الثمن آآ خطوط اللي كانوا كل واحد لحالن آآ دمجون وعملون آآ شكل واحد مغلق. فهلأ لما مختاروا بشوف انه شكل واحد مغلق. آآ طبعا لما بيجي على الخصائص طبعا هذا الشكل وبشوف الديتيلز فكتير مهم انه آآ قدر المستطاع نتعامل مع آآ آآ اللي هي الاشكال المغلقة آآ خصوصا لما نتعامل مع شيء آآ حيطلع من ايدنا مثلا يروح لآ آآ اخصوصا ثري دي برينتر أو كذا. فهي الآلات بتتعامل بشكل افضل آآ مع المنحنيات او العناصر المغلق. هيك هلأ انا شفت آآ كيفية التعامل مع الكيرفز آآ المنحنيات والخطوط وادوات ممكن تعديل عليها آآ بامكاني هلأ ابدأ مع آآ عناصر اللي هي الاسطح. طيب بالنسبة للاسطح آآ آآ هي عندي رح شوف هلأ عدة خيارات كيف انا ممكن انشئ آآ سطح او السيرفيس. فا اول شيء موجود هون عم يقلي سيرفيس فرم ثري او فور فوينتس. فبيمكاني انشئ سطح من ثلاث او اربع نقاط. عاليا لمجرد دخلت آآ خليني اقول اربع نقاط فعم يانشئ لي سطح. هو عم يقلي انه هذا سطح ولكن عم شوفه كخطوط. ليش? لانه آآ الشكل الاظهار بتاعي هون ويرفريم ولكن ما بغيره للشيدد فبشوف انه آآ 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 الشي اللي انشأته هلأ جديد هو عبارة عن سطح. آآ طبعا ممكن آآ نترك بالرندرد بيكون موجود ولكن شوية بيكون كشف الخط. ممكن افضل شيء بالنسبة لنا حاليا اللي هو الشيدد. بيمكانها طبعا نغير آآ شكل الاظهار بباقي آآ آآ نوافذ العرض مو بس من البرسبكتيف. آآ آآ هاد هلأ حاليا صار السطح اللي انا انشأ. طبعا بما انه انا انشأته آآ آآ اعتمادا على نقاط تحكم اللي هي اربع نقاط آآ آآ ففي عندي امر اللي هو اف عشرة. الاف عشرة متل ما شفنا بيشغلي هدول النقاط اللي هي نقاط التحكم. فمثلا ما باختارها بصير بحسن آآ آآ بأثر على السيرفيس او السطح وبعدله بالشكل بالدياء فمثلا بقدر بغير مكان آآ آآ اي واحدة من النقاط. والسيرفيس آآ السطح بصير بيتغير آآ آآ اعتمادا عليه. آآ طيب هاي كانت واحدة من آآ آآ طبعا لحتى اغلق هاي دول النقاط او اطلع منهم فممكن بالسكيب آآ مرة مرتين فبيروحوا آآ بيروحوا آآ بيروحوا آآ ومثل Shorted Planner Curve اللي هو اللي بيكون الخطوط نفتد هلق راح انشأ انا Poliline آآ مثل ما اللي شايف Bually line شوية عشوائي نوما ما but can اخذه هاي شوية تحت وبا امر اللي هو انشأ لي انا آآ آآ سطح اعتمادا لهادا march الذي انشأته فعلا ما بضغطه آآ بصير بأنشأ لي متما يشايف آآ سطح بياغلق لي آآ هذا الخط بآآ سطح آآ صلب أو آآ ممتلئ خلي سمي آآ في طرق تانية في عندي مثلا سيرفيس فرام نتورك كيرفز لما بكون عندي آآ خطوط أو منحنيات باتجاه معين خلي سمي اتجاه اكس وبعدين عندي منحنيات باتجاه واي آآ فهي الشبكة من الخطوط آآ بيمكانك متما يشايف بأنشأ لي آآ أعطمادا عليها آآ أكتر آآ أمر المستخدم اللي هو آآ آآ مو آآ أكتر آآ آآ يعني من آآ أكتر الآآ آآ أمر اللوفت بإمكاننا ناحني آآ 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 نعمل تطبيق عليه خلين نيستخدم هذه العناصر او المنحنيات الموجودة مسبقا آآ آآ بما انه هيك موجودة بيجانب بعضها ماكتير راح أتفيدني فراح اعمل له تدوير طبعا لأنه كان مكتوب 90 ففورا لما ضغط enter ففورا دور الخط 90 خليني أعمل مرة ثانية 90 enter فشفت أنه دورت هدول الخطين صاروا بهذا الاتجاه خليني أعملهم اتنين يعني ما يكونوا باتجاهك موازن بعض خليني يكونوا مقابلين لبعض فبيمكاني أن أدورهم كمان على الاتجاه الأزرق 90 من الاتجاه الأزرق 90 فهي هذا كان الشيء اللي هدفت له أمر الوفت كالآتي ممكن حتى نأخذ هذا نبعده شوي أمر الوفت هو خليني أدخل لأمر الوفت فعملي اختر الخطوط أو منحيات اللي بدك تعمل له لوفت فراح يستخدم هدول الاتنين أقول enter كل شيء normal كل شيء تمام قال له اوكي أمشوف أنه السطحة اللي إنشاء لي هو سطح بدايته من هذا الكيرف هذا المنحني الأول ونهايته لهذا الكيرف المنحني التاني الموجود عندي بعد أمر الوفت لكم يعني من أكثر الأوامر المستخدمية لهذا السبب أنه ممكن أوقات نحن لسهولة العمل نبلش بشغل بكيرفز منحنيات بسيطة وبعدين نضطر نوصل بيناتها بأسطح معقدة شوي فهذا كمان مثل معنا واحد من الأوامر الأساسية طبعا هلا لما اخترت أنا هذا الكيرف عم شوف النقاط التحكم طبعا مثلا أنا اخترت هاي النقطة وحركتها فبشوف أنه صار السيرفيس أو السطح اللي أنشأه جديد مو مرتبط بالكيرف فخلص هذا السيرفيس أنشأه وخلص ظل في حاله على شكله مرح يتغير فمو مرتبط بالكيرف الأساسي عاليا ولكن هنتعلم فيما بعد مثل معنا الموضوع البرامتري أنه يكون الكيرف أو مرتبط بالسيرفيس فلما أنا بعدل النقاط الأساسية كل السيرفيس فيما بعد يتغير أي بالجراسوبر رح نشوفها فيما بعد طيب هذا كان أمر اللوفت فيه أوامر تانية مثلا إذا عندي كان حواف ويريد أن أعمل بيناتها سيرفيس أو أمر الباتش الباتش تقريبا مثل الأمر اللي شفناه اللي هو سكرنا فيه هذا الخط المغلق لكن للأشكال الشوية معقدة لما ما بيشتغل معنا أمر السيرفيس فرم بلانر كيرف نصير مستخدم أمر الباتش يعني إن شاء عناصر أو أسطح تانية مثلا مستطيل من نقطتين وهكذا في عندي كمان أمر الاكسترود واحد من أكثر الأوامر المعروفة والمستخدمة طبعا اللي بيستخدموا باقي البرامج سكيتش أب ثريدي ماكس بيعرفون الأكسترود أه شغلة أساسية فهذا الأعسابي المثال هذا الكيرف أو الخط المغلق للشكل اللي أرسمته بيمكني أعمل عليه أكسترود رح أستخدمه أحدده طبعا وأعمل أعمل أكسترود أو هو اسمه اللي هو ارتفاع وامتداد لهذا الخط فهنا عم شوفه أنه هو لأنه يعني بس الحواف ما سكر لي الفوق والتحت لحتى سكر الفوق والتحت أنا بيمكني عندي عدة خيارات فمثلا ممكن أختار هذا الكيرف الموجود تحت وحوله ل سيرفيس مثل ما يشاير ممكن أنسخ هذا السيرفيس لفوق أو باستخدم أمر ممكن أمر يكون مفيد اللي هو فلما باستخدم فلما باستخدم فلما باستخدم بحدد له أنا عدة حواف من هذا العنصر الثلاثي أبعاد اللي عم شوفه اللي هو هذا بحدد له بس الحواف وقال له انتر فشوفه أنه حدد لي أو طلع لي هاي الحواف كايش ككيرف جديد حاليا ممكن رجعه كلا أعمل له جوين أظن لأنه بيكون كل واحد كل حافة من هاي الحواف بتكون خط لحالة فهلأ مثل ما شفت عمل لي ثمانة كيرفز عملون كيرف واحد مغلق حلأ مثلا هذا الكيرف بحسين كمان نفس الأمر اللي هو أنشئ لي سطح هيك فهي كلا بشوف أنه صار عندي سطح فوق والسطح والسطح التحت اللي أنشأنا هدول ثلاث سورفيسات خلينا نسميهم وعمل لون جوين شوف أنه صار العنصر مثل كالآتي اللي هو عنصر صلب مغلق ممتلئ خلينا نسأل يعني مغلق كاملا ما فيه فراغات بين الحواف هذا طبعا مثل ما أنا ممكن لما نهدف أنه يكون العناصر طبعا سوليد أو بفيدنا بموضوع كان فيه خطوة تانية أو كان فيه أمر تاني أسهل بكتير من هاي اللفة اللي اللي عملناها ممكن أعمل كونترول زد كونترول زد كونترول زد كمان كونترول زد كمان كونترول زد لحتى أرجع لي آآ لعندي هذا الاكستروجين اللي طبقته أنا كان هدفي أن يسكر آآ الفوق والتحت من آآ يعني لهذا الاكستروجين ففي عندي أمر كان أسهل بكتير اللي هو اسمه كاب فلما بضغط كاب شوف أنه آآ سكر لي كل الحواف طبعا لما بتكون الحواف آآ سهلة أو مفهومة بالنسبة للبرنامج فبيعملها آآ مغلقة فورا وبيعمل هذا العنصر عنصر مغلق مثل ما نشايف ولكن ما بيكون في آآ أشكال شوي معقدة وكذا فأمر الكاب آآ ما بيشتغل فورا نضطر نستخدم طرق ثانية مثل آآ الطريقة اللي آآ بدأت فيها طيب آآ هذا كان آآ أمر الاكستروجين فعندي كمان آآ أمر أخير خلي سمي آآ خلي نعدي عليه اللي هو السويب طبعا مو أخير بالبرنامج أكيد في آآ أمر كتير مختلفة ولكن خلينا أمر آآ بهذا الفيديو أمر السويب هو أنه لما بيكون عندي آآ مسار معين خلي نسميه وبيدي آآ عنصر يدور على هذا المسار فحتى أعمل تطبيق أني أعمل نسخة من هذا الخط فراح آآ أمر الآلت عفوا ضغطة الآلت والتحريك هيك اللي أنشأني نسخة من هذا الكيرف يعني الكيرف الأساسي لسه موجود وعمل نسخة جديدة هون الشيء اللي بدي أعمله ممكن يكون بسيط فأبدأ بي سيركل دائرة صغيرة ممكن أعملها هيك عند بداية هذا المسار اللي راح أشوفه هلأ وهلأ بضغط أمر سويب فأول شيء اللي يطلبون مني هو سيلكت ريل اختر لي المسار فرح أختار هذا بعد نعمل لي البروفيل تبع الشيء اللي أنت بدك تمشي على هذا المسار فاخترت أنا الدائرة هيك قال له انتر طبعا الجهة هو يعني الجهة البرنامج راح يتعامل معها فقال له انتر فمتل ما اللي شايف كان كل أموره أوكي عاتي هذه أساسية شوف انه آآ هذا الدائرة أو الدائرة اللي أنا رسمتها مشاها على المسار الموجود داخليا فصارت آآ مثل هذا الأنبوب اللي شايفه طبعا هاي الصابة تفيدنا في كتير اوامر ممكن المولدينج أو التريم اللي بنستخدمها آآ في حواف المبنى آآ ممكن نمشيها على مسار معين وبتصير آآ شكل ثلاثي أبعاد إلى استخدامات كمان كثيرة فهذا كان أمر طبعا في أمر آآ لما يكون في عندي آآ محور معين وبدي دور شي حوالين المحور لحتى أنشئ شيء ثلاثي أبعاد آآ في أمر آآ مثل آآ الستائر خلي سميه لما يكون بدي نزل آآ قماش مثلا على شيء معين آآ آآ في إكسترود تو بوينت لما يكون عندي كرف تحت ونقطة فوق مثلا فبيوصل لي ياهون كشكل آآ طبعا هاي الأوامر الموجودة لإنشاء آآ آآ جديد لما أنا بدي أنشئ سطح فهي الأوامر ممكن استخدمها آآ بنصحكم نشوفوا آآ آآ يعني شوفوا ودققوا فيهم أكتر آآ في عندي أوامر تعديل آآ فمثلا إذا كان عندي سطحين بأمر الفيلت متل ما بنعرف بالاوتو كاد لو يكون عندي آآ خطين آآ بزاوية وانا بدي أعمل فيلت أعملون آآ الزاوية هي مدورة آآ فمتل ما شايف هون بال آآ يعني بالرسم التوضيحي آآ بحسن أعمل نفس الشي على سيرفيس لو يكون عندي سيرفيس سيرفيس بشكل الزاوية آآ بحسن أعمل الزاوية تابعون أو آآ مدورة آآ 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 تعديل آآ تعديل ثانية 40 سيرفيس آآ أو أفست لسيرفيس Ada أي أوامر تعديل انت بمكانك آآ تعملها على آآ آآ أواową دعائلة أو خطوط أساسية بمكانك تعملها على أسطح بسيطة آآ عندي änd tastes عناصر صلبة أساسية مثل ما قلنا مثلا تيوب او كرات او هكذا.